بسم الله الرحمن الرحيم ربي شرح لي سدري ويسر لي أمري وأحلل عقدة من لساني يفقه قولي أهلاً وسهلاً بكم أعزائي طلاب الصف العاشر في حلقة جديدة من حلقات الفيزياء للصف العاشر الحلقة التي سوف نتناول فيها بداية الوحدة الخامسة الكهرباء الساكن والتيار المستمر وسوف نتعرف على ما هي الكهرباء الساكن لكن أعزائي الطلاب قبل أن ننتقل إلى الفاصل أتمنى منكم إحضار أدواتكم المدرسية وتدوين كل ما يظهر أمامكم على الشاشة من ملاحظات لكي نستفيد من هذه الحلقة نلتقي بعد هذا الفاصل أهلاً وسهلاً بكم من جديد كما قلنا قبل الفاصل سوف ندرس الكهرباء الساكنة والتيار المستمر لكن سوف نبدأ في الكهرباء الساكن الكهرباء الساكنة أعزائي الطلاب سوف نتعرف على تجربة بسيطة نتعرف من خلالها على ما هي الكهرباء الساكن في البداية نشاط الماء المنحني الأدوات المطلوبة لهذا النشاط نحتاج بالون ومصدر الماء الصنبور لنبين من خلال هذه التجربة بعض الملاحظات المهمة التي سوف نتوصل من خلالها إلى الكهرباء الساكن في البداية أولى خطوات هذه التجربة نفتح الصنبور والماء لنحصل على ماء ينسى بخط رفيع جداً وليكن على مقاس أربعة مليمتر ننفخ البالون ونقربه من الماء ندع البالون يقترب من الماء سوف نلاحظ أن هذا الماء لن ينحرف عن مساره لكن بعد أن نقوم بحك البالون بأي قطعة من الصوف أو الثوب ونغرب هذا البالون ببطء من الماء نلاحظ كما يظهر أمامكم أعزائي الطلاب في الصورة على الشاشة انحراف في مسار هذا الماء سوف نطرح بعض الأسئلة لنتوصل إلى ملاحظات مهمة السؤال الأول من خلال الإجابة على الأسئلة التالية يقول السؤال الأول ماذا اكتسب البالون نتيجة احتكاكه بالصوف فكر عزيزي الطالب ماذا اكتسب البالون نتيجة احتكاكه بالصوف اكتسب شحنة كهربائية اكتسب شحنة كهربائية ماذا حدث للماء عندما قربت البالون منه قبل احتكاكه قبل الاحتكاك كان مسار الماء مستمر بالانسياب بشكلها الطبيعي لكن ماذا حدث للماء عندما قربت البالون منه بعد احتكاكه بالصوف او قطعة الثوب لهذه التجربة حدث عزيزي الطالب انه انحنى مسار انسياب هذا الماء اللي هو عبارة عن اربعة مليمتر هو طول هذا المسار الماء هل يمكننا استخدام مصطرة من الحديد بدلا من البالون ولماذا هنا عزيزي الطالب نريد ان نميز بين نقطة معينة انا استخدمت قطعة من الصوف مع بالون لكن اذا اتيت بقطعة من الحديد وقربت هذه القطعة من الحديد من صنبور الماء راح الاحظ ان الماء سوف يستمر في الانسياب لكي ابين ملاحظة مهمة ان هذا الحديد قير البالون من ناحية التوصيل للكهرباء ان الحديد هو موصل للكهرباء فلا يمكن تجميع شحنات ساكنة عليه بدلك بقطعة من الصوف وهذه ملاحظة مهمة طيب ماذا نستنتج نستنتج ان تبقى الشحنات ثابتة في المواد العازلة ولكنها تتحرك في المواد الموصلة للتيار الكهربائي اي ان في قطعة الحديد الحديد موصل للتيار الكهربائي سوف تتحرك هذه الشحنات ولا تبقى ساكنة مكونة تيار كهربائي طيب الكهرباء الساكن تعريف الكهرباء الساكنة هي فرع من العلم الذي يتعامل مع ظاهرة الانجذاب الكهربائي تنشأ الكهرباء الساكنة بسبب تجمع الوكتورونات او قيابها في منطقة ما عند تجميع الشحنات على الاسطح تحتاج الشحنات للوصول للحالة المتعادلة فيحدث انتقال لهذه الشحنات مما يؤدي لسيريان تيار كهربائي وحدوث شرارة كهربائية في الجو وهذا نشاهد في فصل الشتاء عند حدوث البرق بين السحب تركيب الذرة نعرف عزيزي الطلاب ان الذرة تتكون من نواة والكتورونات تحيط بهذه الذرة والنواة توجد فيها مروتونات موجبة الشحنة ونيترونات تكون متعادلة الشحنة ويدور حول هذه النواة الكتورونات الذرة متعادلة كهربائيا عندما يتساوى عدد الالكتورونات التي تدور حول نواة هذه الذرة مع عدد البروتونات الموجودة في النواة حيث ان البروتونات شحنتها شحنة موجبة والالكتورونات شحنتها شحنة سالبة فنقول ان الذرة متعادلة كهربائيا لان عدد الالكتورونات يساوي عدد البروتونات لكن اذا كان هناك تقير في عدد الالكتورونات اما بالزيادة او النقصان فنقول ان هذه الذرة تكون ذرة مشحونة فتركيب الذرة نلاحظ من خلال هذه الصورة امامكم على الشاشة وجود ستة الالكتورونات تدور حول النواة فتركيب الذرة هو النواة موجبة الشحنة لوجود بروتونات والالكتورونات سالبة الشحنة التي تدور حول هذه النواة فالنواة فيها بروتونات موجبة الشحنة ونيوترونات متعادلة الشحنة طيب شحنة الذرة هي أما تكون متعادلة أو غير متعادلة أو مشحولة إذا فقدت أو اكتسبت الكتورونات فنقول إذا فقدت الكتورونات تصبح آيون موجب أما إذا اكتسبت الكتورونات تصبح آيون سالم ملحوظة الإلكتورونات التي تكون بالقرب من النواة هنا الإلكتورونات التي تكون قريبة من النواة صعب علي أن أنتزع هذه الإلكتورونات لأنها شديدة الارتباط في النواة أما الإلكتورونات التي تكون في المدارات الأخيرة من السهل نعزعها لأنها ليست شديدة الارتباط في النواة فنقول أن الإلكتورونات التي تكون بالقرب من النواة تكون شديدة الارتباط بالنواة وكلما بتعدنا عن النواة تقل قوة الارتباط بالنواة ويجب أن نعرف عزيز الطالب من خلال هذه الملاحظة أن المواد الموصلة للتيار الكهربائي تكون فيها الإلكتورونات في المدارات الأخيرة ليست شديدة الارتباط في النواة فتكون هذه المواد موصلة للتيار الكهربائي مبدأ حفظ بقاء الشحنة مبدأ حفظ أو بقاء الشحنة هنا عزيز الطالب يجب أن نعرف تعريف مبدأ حفظ أو بقاء الشحنة أن هذه الشحنات لا تفنى ولا تستحدث من عدم ولكن تنتقل من مادة إلى أخرى فنقول التعريف أن الشحنات لا تفنى ولا تستحدث بل تنتقل من مادة إلى أخرى والشحنات الكهربائية طبعا محفوظة طرق الشحن هنا لدي ثلاثة طرق للشحن شحن المواد يأما في يكون في الدلك أو التوصيل أو الحث وسوف نعرف كل طريقة بالتفصيل في البداية طرق الشحن هي الاحتكاك أو الدلك طيب والطريقة الأخرى التوصيل اللي هي اللمس والأخرى الثالثة الطريقة الثالثة هي التأثير أو الحث في البداية طريقة الاحتكاك وهذه الصورة تبين لي طرق الشحن لدي هنا عز الطالب مقارنة بين المطاط والفراء اللي هو الصوف هنا عز الطالب سوف نبين أولى هذه الطرق اللي هو الدلك لدي المطاط المطاط ميستأ أن هذه المادة تكون فيها الالكترنات شديدة الارتباط في المادة أما الفراء أو الصوف تكون فيها الالكترنات ليست شديدة الارتباط في النواة أي من السهل أني أنتزع هذه الإلكتورونات من الصوف أو الفراء فسوف أغارم بين إذا قمت بدلك المطاط بقطعة من الصوف راح ألاحظ بعض الملاحظات المهمة أولى هذه الملاحظات أني أذكرتها هي أن المطاط الإلكتورونات فيه شديدة الارتباط في النواة أما الصوف الإلكتورونات تكون فيه ليست شديدة الارتباط طيب إذا قمت بوضع هذه المقارنة وقلت أن ارتباط الإلكتورون بالذرة في المطاط يكون أكبر أي أن هذا الإلكتورون مرتبط بالذرة أكبر من الصوف أو الفراء لكن بالفراء من السهل أني أنتزع هذه الإلكتورونات فأقول ارتباط الإلكتورون بالذرة في الفراء أو الصوف أقل الطاقة اللازمة لنزع الإلكتورون من المطاط بما أن الالكترون شديد الارتباط في النواة إذن أحتاج إلى طاقة عالية لكي أنتزع هذا الالكترون وهذا ما نشاهده وين في المطاط فالطاقة اللازمة لنزع الالكترون في المطاط أكبر من الفراء وفي الفراء أقل من المطاط طيب عند الاحتكاك بينهما ركز معز الطالب في هذه المعلومة المهمة عندما أحدث قطعة من المطاط قطعة من المطاط في الصوف سوف ألاحظ أني راح أشاهد أن أتكون شحنة سالبة على المطاط وشحنة موجبة على الصوف لأن الصوف أعطاني الالكترونات وراحت هذه الالكترونات وين إلى قطعة من المطاط فتكون تشكل شحنة موجبة على الصوف وتشكل شحنة سالبة على المطاط فنقارن عند الاحتكاك بينهما راح يكتسب المطاط إلكترونات أما الفراء أو الصوف راح يفقد إلكترونات الشحنة بعد الاحتكاك راح تكون على المطاط سالبة وعلى الفراء موجبة ونفس هذه المغارنة أعزائي الطلاب سوف نقارن بين الحرير والزجاج وسوف نعرف من أكثر ارتباطاً في النواة في إلكترونات سواء الحرير أو الزجاج وجه المغارنة بين الحرير والزجاج أو البلاستيك مين الإلكترونات في الحرير أكبر أما في الزجاج أقل أي من السهولة أن أنتزع إلكترونات من الزجاج عند الاحتكاك بينهما الحرير راح يكتسب إلكترونات فتصير عليه شحنة بعد الاحتكاك تكون شحنة سالبة لأنه اكتسب إلكترونات أما الزجاج راح يفقد إلكترونات فتكون عليه شحنة بعد الاحتكاك بما أنه فقد إلكترونات راح تكون شحنة موجبة الكشاف الكهربائي الإلكتروسكوب وهذه صورة الكشاف الكهربائي طيب هنا عزي الطالب هذا هو جهاز الكشاف الكهربائي جهاز الكشاف الكهربائي نحن نستخدمها لحاجتين مهمتين أولى هذه الأمور نستخدمها بالكشف عن الشحنات ونوع الشحنة الموجودة في هذه المادة اللي راح نكشف فيها عن الشحنة طيب مما يتكون الكشاف الكهربائي تركيبه ساق معدنية أعلىها قرص وأسفلها ورقتان صفيحتان من معدن رغيق جدا داخل دورق مقلق بسدادة نلاحظ من خلال التركيب ساق معدنية موصلة طبعا ساق معدنية موصلة للشحنات قرص وأسفلها ورقتان جميع هذه المواد التي تكون من عندها جهاز الكشاف الكهربائي تكون موصلة للشحنة طيب طريقة عمله كما قلنا إذا قربنا مادة مشحونة من القرص في الأعلى سوف نلاحظ في نهاية الساق المعدنية وجود ورقتان معدنيتان هذول الورقتان نلاحظ فيهم أنهم إذا وصلت الشحنة لهم راح نلاحظ انفراج هذه الورقتان نتيجة نتيجة وجود شحنة متشابهة فيحدث تنافر بين الشحنات الشحنات فيحدث انفراج لورقتان طريقة عمله عند لمس القرص بجسم مشحون تسري الشحنات عبر الساق وتصل الورقتين فيصبحان مشحونين بشحنة متشابهة فيحدث تنافر فتنفرج الورقتان طيب إذا قربنا من هذا الكشاف الكهربائي أي مادة غير مشحونة ولامسناها للقرص نلاحظ عدم انفراج الورقتان لأن هذا الجسم الذي قربناه من القرص ليس مشحون بأي شحنة أما إذا كان الجسم الذي قربناه إلى القرص مشحون راح نلاحظ انفراج الورقتان بالأسفل في هذا الكشاف الكهربائي استخداماته كما قلنا أعزائي الطلاب استخدامات الكشاف الكهربائي في الكشف عن الشحنات ونوع هذه الشحنات استخدامات الكشاف الكهربائي نستخدمها في أمرين هو الكشف عن الشحنات والأمر الآخر هو معرفة نوع هذه الشحنات ومعرفة نوع هذه الشحنات سوف نتعرف عليهم بعد غليل في طريقة معينة فيكون واضح أمامكم على الشاشة وجود صورة لجهاز الكشاف الكهربائي استخداماته في البداية الكشف عن وجود شحنة بالإضافة إلى الكشف عن نوع الشحنة إما شحنة سالبة أو شحنة موجبة نلاحظ أننا قربنا في الصورة أسفل الشاشة قربنا ساق مشحون بشحنة موجبة قربنا من القرص نلاحظ نزول هذه الشحنات إلى الورغتين وانفراج هذه الورغتين وتباعدهما حيث أن وجود شحنة متشابهة موجبة حدث تنافر طيب التوصيل باللمس وهي ثاني الطرق المستخدمة في طرق توصيل الشحنات التوصيل باللمس تنغسم طرق التوصيل باللمس إلى جزعين شحن مادة موصلة أو شحن مادة عازلة وراح نعرف ماذا يحدث عند الشحن مادة موصلة وماذا يحدث عند الشحن مادة عازلة في البداية في شحن المادة الموصلة يمكن لمس الجسم من نقطة فتنتقل هذه الشحنات من هذه النقطة إلى جميع أجزاء هذه المادة الموصلة أما في شحن مادة عازلة وليكن قطعة من الخشب يجب اللمس لعدة نقاط حتى طبعا يتم توزيع متماثل للشحنات أما في المادة الموصلة يمكن لمس الجسم من نقطة فتتوزع الشحنات على سطحها لأن أساسا هذه المادة موصلة للشحنات مثل طبعا الحديد بسبب قوة التنافر طرق انتقال الشحنات كما قلنا ثلاثة طرق الاحتكاك الدلك والتوصيل اللمس والتأثير الحث الآن أعزائي الطلاب سوف نتعرف على تعريف كل طريقة الاحتكاك الدلك هو انتقال الإلكترونات من جسم إلى آخر التوصيل اللمس هو انتقال الإلكترونات من جسم مشحون إلى جسم آخر بالتلامس المباشر أما التأثير في الحث نلاحظ أنه هو تحريك الإلكترونات إلى جزء من الجسم بسبب الشحنة الكهربائية لجسم آخر لا يلامسه وهذا الفرق بين التوصيل باللمس والتأثير بالحك التوصيل باللمس يجب أن يتلامس الجسمان أما التأثير بالحث ليس شرط أن يتلامس الجسمان الموصلات والعواز كما قلنا عزائي الطلاب قسمة المواد من حيث قدرتها على التوصيل الكهربائي إلى موصلات للشحنة وعوازل وهناك بعض المواد التي تسمى بأشباه الموصلات وسوف نعرف ما هي أشباه الموصلات في البداية الموصلات من خواص الموصلات تتحرك فيها الإلكترونات بسهولة وهي تكون موصلة للشحنة وكذلك موصلة للتيار الكهربائي الإلكترونات المدارات الأخيرة ضعيفة الترابط مع النواة ثلاثة من خواصها موصلات جيدة للكهرباء والحرارة من أمثلتها طبعا الفلزات العواز ملاحظات على العوازل لا تسمح الإلكترونات بحرية الحركة اثنين تكون رديئة التوصيل للكهرباء والحرارة ولا تحتوي على الإلكترونات حرة وهذه الصورة لبعض المواد العازلة مثل الأنابيب المصنوعة من البلاستيك أو المطاط وغيرها أشباه الموصلات هنا عزي الطالب أشباه الموصلات هي بعض المواد التي توصل التيار الكهربائي وتوصل الشحنات في حالات معينة ولا توصل هذه الشحنات في حالات أخرى وهي توجد في المجمع الرابعة في الجدول الدوري مثل عنصر السيليكون والجربانيو فتكون أشباه الموصلات موصلة للتيار الكهربائي في حالات معينة ولا توصل عند درجة الصفر المطلق أي عند درجة مائنس 273 درجة سيليزية أو زيرو كلفا فنقول أن أشباه الموصلات مواد معينة مثل السيليكون والجرمانيوم اثنين تكون عازلة تماما عندما تكون نقية وفي درجة حرارة قريبة من الصفر المطلق طبعا راح نعرف ماذا تعني كلمة نقية ثلاثة تزداد درجة توصيلها عند استبداد ذرة واحدة من كل من مليون ذرة بذرة من عنصر مختلف أي قمت باستبدال ذرة واحدة من كل مليون ذرة بعنصر مختلف سواء أن هذا العنصر كما قلنا أن هذه أشباه الموصلات تقع في المجموعة الرابعة في الجدول الدوري أضيف عنصر من المجموعة الثالثة أو الخامسة ويحدث هنا زيادة في قدرة هذه المواد على التوصيل نلاحظ هذه باللورة متكونة من عنصر السيليكون وهو عنصر يقع في المجموعة الرابعة لكن هذه البلورة تعتبر بلورة نقية وليس بلورة غير نقية لأنه لم نقوم باستبدال أي ذرة بذرة أخرى أهمية أشباه الموصلات في الوصلة الثلاثية وهي عبارة عن ثلاث شرائح رقيقة متلاصقة من أشباه الموصلات وهذه تدخل في تركيب جميع الأجهزة الإلكترونية مثل الترانزيستر وهذه الصور لأشباه الموصلات في الوصلة الثلاثية وليكن ثرانزيستر طبعا تدخل في صناعة جميع الأجهزة الإلكترونية التي نستخدمها في حياتنا اليومية الموصلات الفائقة طبعا هذه فائقة التوصيل هي مواد أو فلزات هذه المواد لها قدرة عالية على التوصيل الكهربائي عند درجات الحرارة الباردة يعني القريبة من الصفر المطلق أو الصفر السليزي تكون موصلة جيدة للتيار الكهربائي لأن مقاومتها تكاد تكون معدومة أو صفر فالغل أن الموصلات الفائقة مواد فلزات لها قدرة غير محددة على التوصيل عند درجات الحرارة الغريبة من الصفر اثنين مواد موصلة للكهرباء وحساسة للمجال المقناطيسي وهي في لزات معينة وتكون كذلك مقاومتها معدومة أنواع المواد كما قلنا موصلات أشباه موصلات عواز في البداية الموصلات هي الكتورونات الخارجية فيها ضعيفة الارتباط بالنواة مما يعطيها حرية الحركة داخل المادة تحتوي على وفرة من الالكتورونات الحرة وهي موصلة جيدة للكهرباء والحرارة مثل الفلزات والموصلات الفائقة أشباه الموصلات مواد عازلة جيدة طبعا هذه أشباه الموصلات عازلة في حالة معينة وموصلة في حالات أخرى أشباه الموصلات هي مواد عازلة جيدة عندما تكون بلورات نقية كما وضح قبل قليل في صورة عنصر السيليكون في درجات الحرارة الغريبة من الصفر المطلق كذلك ويزداد قدرته على التوصيل عند استبدال بعض ذراتها بذرات عنصر مختلف في التكافؤ سواء ثلاثي التكافؤ أو خماسي التكافؤ يمكن استخدامه كمادة عازلة ومادة موصلة من تطبيقاتها ترانزيستور اللي هو الوصلة الثلاثية مثل السيليكون والجرمانيوم التي تقع في المجموعة الرابعة من الجدول الدوري عوازل هي المواد اللي فيها الالكتورونات الخارجية مترابطة جيدا بالنواة ولا تتمتع بحرية الحركة داخل المادة منعدمة الالكتورونات الحرة رديئة التوصيل للكهرباء والحرارة مثل المطاط والزجاج ماذا يقصد بكل مما يلي؟ أشباه الموصلات ذكرنا هذا الأمر هي المواد التي تكون عازلة في بعض الظروف وموصلة في ظروف أخرى الموصلات فائقة التوصيل هي الفلزات لها قدرة كبيرة على التوصيل الكهربائي ومقاومتها للسريان الشحنات تساوي صفر عند درجات الحرارة المنخفضة جدا تقترب من الصفر المطلق درجات حرارة باردة جدا طبعا علم مما يلي تعليلا علميا صحيح السيليكون والجرمانيوم من المواد شبه الموصلة هذه المواد كما قلنا قبل أقضانين لها ميزة التوصيل في حالات معينة وتكون مواد عازلة في حالات معينة تكون مواد عازلة عند الصفر المطلق وكذلك عندما تكون بلورة نقية أما عند تطعيم هذه البلورة إضافة عنصر آخر واستبدال ذرة من ذرات هذه من كل مليون ذرة بعنصر آخر سوف تكون هذه المواد موصلة جيدا للشحنات فتكون الإجابة لأنها تعمل كمواد عازلة للتيار الكهربائي وهي على شكل بلورات نقية في درجة الصفر المطلق وتعمل كمواد موصلة للكهرباء عند استبدال ذرة واحدة من كل مليون ذرة بذرة من عنصر مختلف سواء ثلاثي أو خماسي التكافأ على المما يلي كذلك تعليلا علميا صحيحا تزداد قدرة المواد شبه الموصلة على توصيل الكهرباء عند إضافة ذرات عناصر أخرى لها لأن هذا يسبب زيادة أو نقصان في عدد الإلكترونات داخل التركيب البلوري لها لأن عزي الطالب لأن هذه المواد تكون شبه موصلة في حالة إذا لم نضيف لها عنصر آخر أما إذا قمنا بإضافة عنصر آخر ماذا يحدث؟ تحدث زيادة للإلكترونات أو نقصان فإذا ضفنا أناصر تقع في المجموعة الرابعة من الجدول الدوري إذا ضفنا عنصر خماسي التكافأ مثلا يكون بعده في الجدول الدوري راح يتكون لديه إلكترون زاد فتكون هذه المواد موصلة جيدا لأتيار الكهرباء لوجود إلكترون زاد أما إذا ضفنا ثلاث التكافأ سوف يكون نقص لعدل الإلكترونات وسوف تعرف هذه الأمور إن شاء الله في دراستك في المستقبل فتكون الإجابة لأن هذا يسبب زيادة أو نقصان في عدد الإلكترونات داخل التركيب البلوري لها إلى هنا عزي الطلاب وصلنا إلى نهاية الدرس الدرس الذي تعرفنا عليه عن الكهرباء الساكنة وعن طرق توصيل الشحنات وعرفنا أن هناك مواد موصلة للتيار الكهربائي أو للشحنات وأن هناك مواد رديئة التوصيل وهي العوازل التي لا توصل هذه الشحنات وأن يوجد هناك مواد شبه موصلة التي تقع في الجدول الدوري في المجموعة الرابعة مثل عنصر السيليكون والجرماني مع تمنيات لكم بالتوفيق والنجاح وإلى لقاءة قريب والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة